مثلا خير شباب كتير منا بشك انه في عنده فيروسات على الجهاز بالرغم من وجود مضاد فيروسات مثبت اساسا على الجهاز فمثلا انا عندي الديفندر او جدار الحماية الخاص بويندوز وهو نازل عندي ومحدث لاخر اصدار ولكن انا شاكق انه في عندي فيروسات ضمن الجهاز وحابب نزل اداة بسيطة جدا لفحص الجهاز دون تثبيت انتي فيروس كامل لذلك اليوم رح نشرح عن اداة مهمة جدا بتنزل على جهاز الكمبيوتر لفحص الجهاز من الفيروسات وبرامج التجسس الادات اللي عندي اياها هي من شركة كاسبرسكي نعم اصدقائي كاسبرسكي عنده اداة بسيطة جدا دون التثبيت على جهاز الكمبيوتر ممكن تفحص لك جميع الاقراص عندك من الفيروسات واكيد فيني احصل عليه الادات عن طريق البحث عنها بمحرك البحث جوجل كاسبرسكي فيروس ريموفل تولز بختار اول نتيجة بحث وبنتقل مباشرة لموقع الكاسبرسكي مثل ما انه شايفين داونلود كاسبرسكي فيروس ريموفل تولز او تول ابليكيشن طبعا من هذا المكان من كبسة الداونلود بحمل الادات اللي عندي على سطح المكتب ومن مميزات هاي الادات يا شباب انه ما بتتعارض ولا مع انتي فيروس موجود عندك على جهاز الكمبيوتر بشغل الادات بنقر مرتين عليها وبنتظر شوي وطبعا يا شباب ما في داعي لوجود الانترنت نهائيا على جهاز الكمبيوتر اثناء الفحص بهي الادات انت بحاجة للانترنت دي مرة واحدة فقط لتحميل الادات عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما فتحت الادات عندي متل ما اننا شايفين بوضع اشارات صح بهذا المكان ومن ثم بضغط على اشارة اكسبت عبيعطيني رسالة انه انت مالك متصل ولا باي شبكة اكيد رح اقول له سكيب تجاوز تفتح عندي الادات بهذا الشكل اكيد انا قبل ما بلش بالستارت سكان اكيد رح اختار التشينج اللي هي اختيار الاقراص اللي بدي افحصها متل ما اننا شايفين رح اقول له خدي جميع الاقراص السيستيم ميموري لستارت اب اوبجيكت كل هالأمور هاي رح اختارها كذلك الامر نظام التشغيل واضافة لذلك جميع الاقراص متل ما اننا شايفين السي الدي الاي كل الاقراص اللي موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر وطبعا اكيد فيك تختار قرص واحد اللي هو الفلاش ميموري او تختار فقط السي بضغط على اوكي ومن ثم بختار ستارت سكان متل ما اننا شايفين اصدقائي هلا الكاسبرسكي عب يعمل فحص كامل لكافة الجهاز ملفات الاقلاع ملفات النظام السي الدي لجميع الاقراص الموجودة عندك واكيد هاي العملية رح تطول حسب مساحة التخزين اللي موجودة عندك وفي حال وجد اي فيروسات او برامج تجسس على الجهاز رح تطلع لي واجهة جديدة بهذا المكان فيها عبارة ديليت او كارنتين يعني الحجر الصحي اما بتضغط على ديليت او كارنتين هو طبعا بيختار لك الشي المناسب واكيد قبل ما تظهر هاي الواجهة التانية اللي فيها الفيروسات بهذا المكان بيقلك انه هو وجد فيروسات حاليا عم يقلي نو فاوند انه ما وجد اي فيروسات حاليا تمام واكيد رح يعدلي ايهم بهذا المكان ومن ثم بتطلع الواجهة التانية وبعد ما بختار له خيار ديليت لجميع الفيروسات او الحجر الصحي رح يطلب مني اعادة تشغيل وبعد ما بيعمل اعادة تشغيل رح يعيد الفحص من تلقاء نفسه ليتأكد انه بيئة بالمئة محى جميع الفيروسات وهيك يا شباب وصلنا لنهاية هذا الفيديو شكرا لمتابعتكم الى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية